46000 جنيه متواصل الدخل السنوي للعامل رغم تزايد الخسائر الى 500 مليون جنيه مش وحش يعني ما تقوله 46000 جنيه متواصل الدخل مش وحش بالنسبة للوطن اللي احنا فيها مش وحش يعني هقولك هذا حاجة جمدة جدا لا هي جمدة ولا بي على المتواصل معقول بالنسبة لك بالنسبة لشهر يعني المدرس النهاردة ما بياخد له 3000 جنيه مثلا لا وخد 3000 جنيه 13 في 12 36000 مدرس يعني انت حادتك بتاخد 46000 الحكومة تتحرك لاحتواء ازمة اضراب المحل في البوابة بكرة نانجي السيد وايمان عريف الخسائر 70 مليون جنيه يومي ومصادر بتقول اعداء الدولة ووراء الازم 1300 جنيه راتب اقل عامل ما يزيده على الحد الادنى للاجور بمئة جنيه طيب وده كلام واقع هو مش الحد الادنى للاجور 1200 انت بتاخد 1300 زعلان ليه ايه دا ان انت تقوم بالهجة دي كلها ايه دا ان انت تدي يعني وسيلة كده لأي حد ان هو يخرب وكل شوية نقول الشركة القبرى ما انتم فعلا الشركة القبرى ها حصل لنا كلنا حصل لنا نكسات حصل لنا كلنا حصل لنا غيبوبة كده بس مش للدرجة اني هتديني فرصة بقى ان انا اخش هولع في الدولة مش نقص الايام دي بالذات وهم الغز المحلة يرفعونا النعوش ويهددونا بالاقصام خارج المصد عفاق علي ودعاء جابر وعيش حسب من الدستور وعادة ستزيمنا الاستاذ محمد عطا كل احترامنا وتخدرنا للناس والعامل المصري هو اصلنا والفلاح المصري هو اصلنا بس تاني ايانا ولي زراع الدولة ايانا والضغط على الدولة بصير انه معلش يعني هتخلق المسائل دي منين انا عايز فلوس في الحتة دي هعمل فيها ايه هجيبها منين هسويها ازاي المورد اللي عنده ضعيف هجيب منه ازاي زيانا بقول لحضراتك تاني والله العظيم والله العظيم والله العظيم ما في ما اللي هما موجودين في الحرد والصرب بس ولا اللي موجودين في شركة بتاعة الصباغة بس ولا اللي موجودين في شركة المحلة القبرى ولا اللي موجودين في شركات كفر الزيات ولا اللي موجودين في شركات السكر والله العظيم على الكل على الكل كل الناس تعبانة بس في حاجة اسمها يعني ايه صبر على الدولة شوي يعني اشبه اكلمك على الصبر على الحكام او الصبر على الوزراء او الصبر على المزعين او الصبر الرقم اكلمكش على اشخاص اكلمك على الصبر على الدولة اصبر على الدولة شوية استنى لحد ما تشوف الدنيا ماشية ازاي لان الوضع دلوقتي قزمت شافين يعني ما فيش يعني تعال لي بص الخبر ده دا عيش يفجر نفسه عن الحروض المصير الفلسطيني كتاب القسام تعلن مكتب قيادي ميداني إثر الإنفجار الخبر ده خطير جدا إحباط محاولة داعشي التسلل إلى سينة وتفجير نقطة أمنية الحماس الوقت لما معرفش يطلع من الحدود مع حماس لما معرفش يطلع عمل إيه راح مفجر نفسه فمات ومات معاه واحد طيب لو الوقت ده لم يكنش يفجر نفسه على الحدود كان عمل إيه كان دخل مش الناس اللي بتجي تقول لك انتوا بتكلموا على حماس ليه طيب اهو إحباط محاولة داعشي أو داعش التسلل إلى سيناء وتفجير نقطة أمنية لحماس وقال لك ده عشان في تقارب ما بين حماس وما بين الدولة المصرية والنفترد ده موجود أو مش موجود ده حدود تخيالوا بقى ده اللي بيضبط في كتير جدا بيخشوا من غير ما يضبطوا وكتير جدا زعلنين بقولك انتوا بتعملوا الحدود وبتعملوا بتقفلوا المعابر وبتقفلوا مش عارف ايه وبتعملوا ايه وبتسووا ايه وهو الاخر وترمى وده ارهاب يا جدعان ولا ده الدولة المصرية الامن المصري ولا راح قال للوقت تعالى وعنا عايزين نخليك داعشي وتحط على الامن وتخش وتعمل الحاجات كلها حلقات كلها مرتبطة ببعضيها مش تخويف ولا فزاعة لا بس تاني اقول لحضراتكم الوضع في الدولة المصرية دلوقتي فيه يعني بشوية عكوزات لاهب بمزاجنا ولا بغزب عننا الوضع العلامي دلوقتي كله مشتبك ببعضي وبالحاول المقدم يمكن حضراتك دلوقتي معلش بتاخد عشرة جنيه معلش رأي ستق نفسك كده على العشرة جنيه حضراتك بتاخد عشرين جنيه رأي ستق نفسك على العشرين جنيه معادش والله العظيم معاد اللي يقول لك ان انا معاي استراتيجي وبتاعه كلام ده بقى كلام ده بقى حاجة من الشهرة كده يعني ان واحد دلوقتي ماشي زي 2011 و2012 و2013 لا وكلنا كل اي واحد تتخيله انا بكلمك على الطبعة بتاعتنا طبعة اللي هي الطبعة المتوسطة ومتاعت المتوسطة اي واحد من دول اعرف ان هو بيزنق نفسه قدر الامكان عشان الامور تمشي وبيعيد هيكلة نفسه ماليا ونفسيا واجتماعيا واثريا حتى في الضحك حتى في ترشيد ليه لانه الوضع ما مش 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 محله ظهار كل واحد دلوقتي داخل ومدارس وبتاع وكنا بتتشاف حردك هتدفع كذا وانا شاب هتدفع كذا وانا هعمل كذا وانا هسوي كذا وانا هروح كده وانا هاجي كده وانا هاجي نفسي يوم خبستاشر في الشهر انا مش مش ملاح ايش فيه قنوات هنا في المدينة بتقفل فيه قنوات فيه فيه قناة افلة وفيه عمال فيها وفيه مزعين فيها وفيه فنيين فيها بيأكلوا منين دول ولا بيشربوا من ايه ولا بيعملوا ايه وبقالهم خمس شهور وست شهور ما أبادوش من القناة اللي كانوا فيها ما فيش داع الاسم القناة يعني والقناة دي كانت ملق السمع والبصر حد انتبه لهم حد ما سلقل لهم تبتعالوا حد ولو راحوا القناة تاني هلأ القناة تاني مقفولة عليهم ولو راحوا القناة تالت هلأ القناة تالت مقفولة عليهم ولو راحوا مش ديه دي جوبة مدينة الانتاج الإعلامي مش حضراتكم بتسمعوا عن موزيعين بيتأخروا شهرين وثلاثة واربعة ما بيقضوش مش بتسمعوا عن تقفيد المرتبات بالنسبة كذا وعمل كذا وبتاعه وكلام ده وعليه لازم نطلع نتكلم ونقول ما هو ده نعكاس ده نعكاس فلازم ناخد بالنا من المثال دي كويس أول ما ننجربش في فكرة آه ده أنا لها مطالب فهطلع اضرب يا لها الدولة ولع في الدولة وعمل مش حارف ايه وبتاع لا مش مطلوبة مش مطلوبة خالص يعني انباري احنا كنا بنتكلم على كتفيزة مواطنة اتكلمت على موضوع اني لقت مقرمشات بتاعت دي اسمها حشرة في المقرمشات بعض الناس الحقيقة اتصروا بينا النهاردة ومش يمكن واحد او اتنين او تلاتة ده كتير يعني وبعدين ما جينا هنا القناة يعني جابونا الحاجات اللي الناس حتى بمعلاقة عليها على القناة على الموقع وكده فكانوا بيسألوا بيقولوا هو ممكن الحشرة لما تتغيل في الزيت المغلي وبدرجات حرارة عالية جدا تستمر جوه البتاع يعني ازاي المواطنة فتحت الكيس ولقت الحشرة جوه والبطاطس اتقلت وتسلقت وتعملت وبتاع ولسه الحشرة موجودة جوه بتبشي فالناس بتسأل هل ده يعني يعقل انه يبقى في حشرة موجودة في هذا الامر او في الكيس بعد الكيس ما تعمل فيه البطاطس من جوه وتقفل وبيتباع ممكن يكون عيب تخزين مش عيب صناعة دي برضو سؤال في هذا الاطار والمرة يا فرد برضو اننا جيبنا النامل والبتاع والكلام من ده وتقلق الموجودة كل النامل برضو من سوء التخزين اخترق احنا مش مندفع عن حد بس هو الموضوع برضو عايز اعمل العقل شوي يعني الحشرة تخش الكيس بعد ما تطلع المنتج ده من المصطح الحشرة ده نافي الكيس والده ناها صحية والمنتج يتقفل ويتباع ويتنقل من هنا لهنا ولسه الحشرة جوه ده سؤال منطقي حقيقة يعني احنا سألنا اكتر من حد في هذا الاطار برضو بيتساءل معاني دي محتاجة انه الجهاز حماية المستالك خد الامر مبارح وان شاء الله يطلع بنتجة في هذا الاطار لكن السؤال برضو انه ممكن تكون المسألة الحشرة دي دخلة بطريقة مش من التصنيع ممكن تكون دخلة بطريقة تانية وبالتالي التحميل على فكرة الشركة نفسية اللي احنا عرضناها مبارح او ان احنا زجينا بيها في امر ملأ احنا بعد خلص عن المسألة دي احنا كنا بنطرح فكرة جرئة المواطن لما يلاقي فيه اشكالية وبالتالي بيلجأ الى الجهاز المعنى ويلجأت الى الجهاز بتاع الحماية المستالك وان شاء الله يطلع على التقليل في هذا الاطار لكن احنا لا نشاهر باحد ولا نأتي على احد ولا احنا جايين نضرب في حد ولا احنا جايين نعمل في حد لا كل منتج وليه احترام وتقدير وبالتالي المسألة اللي زي دي هي مجرد عرض بس وليس ان احنا بنعرض بحد او بنوسيق لحد او بان احنا بنمشي مع حد ضد حد او منتج ضد منتج لا احنا ماناش علاقة بالكلام دي خالص يعني وبالتالي السؤال العادي جد هل الحشرة تبقى جوة كيس والمنتج يتعمل ويخش الفرن ويتعمل وش عارف ايه والكيس يتقفل وتبقى الحشرة لسه موجودة جوة لا لا ده الكلام اللي يعني بعض المشاهدين اه 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 اتكلموا فيه فقلت برضو ايه اوصلوا لحضراتكم فيها هزلتها خليني ااخد فاصل وارجع لحضراتكم اشتركوا في القناة